امام حقول قمح شاسعة في شمال شرق سوريا تجوب ياسمين يوسف مدججة بسلاحها الطريق ذهبا ويابا بعدما تطوعت مع لجان تابعة للإدارة الذاتية الكردية في حراسة المحاصيل الوفيرة خشة حرائق قد تلتهمها وتطوعت يوسف مع العشرات من سكان منطقة القحطانية شمال شرق الحسكة لمعاونة لجان تابعة للإدارة الذاتية الكردية في حراسة الحقول الزراعية ويتولى هؤلاء التجول بين البلدات بينما تتوزع سيارات إطفاء في المنطقة تحسبا لإيطار وأسفرت حرائق اشتاحت في حزيران يونيو عام 2019 حقول قمح امتدت من شرق مدينة القامش لحتريف مدينة الحسكة عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل خلال محاولاتهم احتواء النيران وفق حصيلة أوردها حينها المرصد السوري لحقوق الإنسان ويتوقع المزارعون محاصيل قمح وفيرة هذا العام وأورد تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي أنه بعد الانخفاض التاريخي عام 2022 انتعش الانتاج الزراعي وسط التحسن في الظروف الجوية وبلغ مليوني طن متري عام 2023 مقارنة بمليون طن متري في العام السابق ترجمة نانسي قنقر